السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلام بكم عزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي من بين الأسماء اللي اخترى هيكتور كوبر لتمثيل منتخب سوريا أمام منتخب فيتنام في المباراة المقبلة الودية يوم عشرين في الشهر الحالي اسم كده لفت أنظار كل الجمهير السوري الاسم ده هيمس المنتخب سوريا لأول مرة في حياته الاسم هو مودي النجار يا طرى مين مودي النجار؟ يا طرى أصوله إيه؟ لأن طبعا أكيد كلكم سمعتوا من بارح أن هناك نزاعا قائما الآن ما بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم حول هذا اللاعب وحول تمثيل اللاعب لأحد المنتخبين هنعرف وهنشوف النهاردة وهل يطرى إمكانيات اللاعب هتقدم شيء لمنتخب سوريا ولا احنا عندنا منه كتير في المنتخب السوري ومش محتاجينه خالص الملفط في النظر أولا اسم اللاعب اسم اللاعب مش مودي النجار معلش أنا يمكن بفاجئكم هو اللاعب مش مودي هو مودي بالضاد لو أي حد منكم كتب اسم اللاعب باللغة الإنجليزية اللي هو موجود هنا ونسخته على جوجل هيطلع لك مودي مش مودي واضح طبعا أنه هو مش قصدهم مودي اللي هي دلع محمود مثلا عندنا في ثقافتنا المصرية أو العربية لا هو اللاعب اسمه مودي الاسم بتاعه مودي النجار ده أولا ثانيا من حيث الحديث عن جنسية اللاعب يا تارى اللاعب سوري ولا اللاعب لبناني من غير دوشة ومن غير صداع اللاعب مئة في المئة سوري ويمكن مبارح بالليل لحد مبارح بالليل يعني من حوالي عشر ساعات فقط أي حد كان يدخل اسم اللاعب على ويكيبيديا يلاقي أن اللاعب مودي النجار اللاعب ده يحمل الجنسية الأسترالية والجنسية اللبنانية حتى على موقع ترانسفير ماركت اللاعب أسترالي لبناني من حوالي سبع أو تمن ساعات فقط تم تحديث بيانات اللاعب بالكامل على ويكيبيديا وعلى ترانسفير ماركت عشان تكون زي ما انتم شايفين قدامكم اللاعب مئة في المئة سوري أسترالي مش حتى أسترالي سوري لا خلاص اللاعب بيقي بشكل رسمي يحمل الجنسية السورية بالإضافة إلى الجنسية الأسترالية ورغم أنه بالمناسبة هو حصل أكيد على الجنسية الأسترالية الأول ولكن طبعا هناك تقديم للجنسية السورية على اعتبار أن هي خلاص الجنسية اللي هيمثل منتخبها طيب جات منين حكاية لبناني من والدته اللاعب والده سوري مئة في المئة ووالدته لبناني ويمكن بالمناسبة بعد شوية نتكلم عن حياته الشخصية ونشوف يا ترى شخصية موضي النجار مع منتخب سوري حتى ككراكتر كشخصية هتكون إزاي آه أي نعم لجنة المنتخبات في الاتحاد اللبناني لكرة القدم بتحاول الآن استدعاء موضي النجار وبتسأل هو غاب ليه اللاعب ده لعب مولبورن سيتي الأسترالي ليه اللاعب ده ما جايش عشان يمثل منتخب لبنان طبعا بالمناسبة احنا عندنا مثل في مصر بيقول ما تحلاش إلا لما تبقى في إيد غيرك عندنا مثل تاني برضو بيقول الكحكة في إيد اليتيم عجبة يعني ده مثل تانيا أي حاجة أول ما بتبتدي تقتنصها في إيديك بتبدأ الناس تسأل عليها طب ما عندكم من زمان طب ما اللاعب بالمناسبة لعب مع منتخب أستراليا تحت سن 19 سنة مباراة سنة 2018 أمام الأردن وما حدش تكلم عايز أقول لكم كمان الحتة بتاعة لبنانية دي عشان نخلص منها في صحفي على جريدة اسمها جريدة أخبار سنة 2018 17 أكتوبر اسمه زين الدين علي أنا ما عنديش أي صورة للصحفي ده وأنا عندي المصدر فقط قال إن اللاعب ده اللي هو موضي النجار لعب مع منتخب اسمه منتخب المواهب الضائعة مش عارف هو جاب الاسم ده منين حتى أنا عملت سلسلة حلقات قريب اسمها مواهب سورية ضائعة وكان من ضمنهم موضي النجار لا ما كانش موجود منهم بصراحة مش متذكر يعني إن أنا كتبت اسمه ما بينهم يعني لكن واضح إن هو منتخب المواهب الضائعة هما يقصدوا مثلا تنظيم منتخب محلي منتخب ساحات شعبية في لبنان لما اللاعب كان بيروح للبنان مع والدته فكان بيلعب مع إحدى المنتخبات اسمه منتخب المواهب الضائعة ولكن اللاعب وبشكل رسمي وخلاص دلوقتي مكتوبة على ويكيبيديا في 10 يونيو لعام 2023 أعلن أن نجار قد قبل أو قبل استدعاء للمنتخب السوري لمباراة ودية ضد فيتنامي خلاص الكلام بشكل رسمي ومفهوش أي كلام تاني اللاعب سوري 100% تعالوا بقى نتكلم عن إمكانيات اللاعب ويمكن ده أهم ملفهم منه اللاعب من حيث الطول هو طوله اللي مكتوب قدامي متر 82 سنتي أنا ما أعتقدش أنه هو متر 82 سنتي أنا أعتقد أنه هو أطول بكتير ممكن يوصل ل190 سنتي ده تخمين الشخصي من الصور ومن الفيديوهات اللي أنا شفتها له اللاعب عنده 22 سنة مش 25 سنة بالنسبة لمركز اللاعب ناس كتير قالت مبارح أنه بيلعب في عدة مراكز هجومية وكأن مثلا أن المراكز الهجومية دي 25 مركز أو 30 مركز لا هو اللاعب بيلعب نحية الشمال فقط أكتر حتة متميز فيها خط وسط نحية الشمال يليه الجناح الشمال ويليه أيضا الدفاع نحية الشمال أيضا اللاعب يجيد اللاعب في المنطقة بتاعة مؤيد العجان ومنطقة هزان عثمان دي منطقته هل هو مهاجم؟ لا هل عنده أهداف؟ نعم سجل بعض من الأهداف ولكن هو مش مهاجم صرف ولا مهاجم تاني ولا صانع ألعاب اللاعب ظهير أيصر 100% القيمة السوقية لللاعب الآن 200 ألف يورو ويمكن القيمة السوقية بتاعته كانت أعلى شوية كانت 250 ألف العام الماضي ولكن قلت دلوقتي بالمناسبة اللاعب خلال مسيرته كلها لاعب في الدوريات الأسترالية ويمكن الأمر الملفت للأنظار أن اللاعب لعب بعض من المباريات هذا العام سبع مباريات في الدوري الأسترالي مبارتين في الكأس لعب حوالي 100 دقيقة و 151 دقيقة كتوتل كمجموعة كلي أما بالنسبة للأهداف هو سجل فقط 3 أهداف هذا العام ونأتي للنقطة الأخطر من وجهة نظري الشخصي النقطة الأخطر أن اللاعب موضي النجار بدون نادي هو الآن ما بيلعبش على سكور أي نادي من الأندي ومكتوب على ترانسفير ماركت أنه هو كان بيلعب مع نادي مكارثر ولكن هو دلوقتي ما بيلعبش مع أي نادي ونادي مكارثر لم يجدد لللاعب ناس بتقول أنه هو تبع نادي مولبورن في الدور الأسترالي أي نعم هو مقيد مع النادي ولكن هو ما بيلعبش مع النادي ده لأنه هو فيما أعلم أن اللاعب انتقل على سبيل الإعارة لمدة سنتين ولم يجدد ليه الإعارة وبالتالي اللاعب على قيد مولبورن ولكن المفروض أنه هو يكمل مع مكارثر واضح أن الأمور فيها يعني لسه بيفكروا هل يكمل ولا يرجع ولا كده ولكن اللاعب الآن بدون نادي ودي أهم معلومة من وجهة نظري الشخصية تحسبا لمستوى اللاعب بعد كده اللي هنشوفه إن شاء الله أمام منتخب لبنان ده إن شارك أتمنى طبعا أنه يشارك وأنه نشوف موهبته بالنسبة لو دخلنا على حسابات اللاعب الشخصية على إنستجرام أو فيسبوك وأنا بحب أعمل اللاعبة دي وبحب إن أنا أقرأ شخصية اللاعب من خلال حساباته يعني لو دخلنا هنلاقي صورة لللاعب مع السير أليكس فيركسون المدرب العظيم والكبير لنادي منشستر يونايتد أحد أقرب الأندية لقلبي طبعا تحديدا فترة كريستيان رونالدو مع منشستر الفترة الأولى مش التانية طبعا فهو عنده طموح لو دورنا كمان هنلاقي ليه صورة مع والدته وكاتب تحتيها ملكاتي مايك وين اللاعب يحب والدته جدا طبعا والدته زي ما قلت لكم لبنانية أيضا اللاعب بيحب البيت وبيحب الأسرة وبيحب الاحتفال بالمناسبات وليه صورة وهو شايل طفل كده قد يكون ابنه ما عنديش معلومة ولكن هو كتب على الصورة عيد مبارك هو حريص على أنه هو يبارك للناس في المناسبات الاجتماعية هو لعب مش بس لعب طف كده بتاع كورة لا هو عنده الجانب الاجتماعي مهم في شخصية موضي النجار لعب منتخب سوريا الجديد مسيرة اللاعب يمكن بدأت في سن السبعتاشر سنة مع نادي وسترن سيدني واندرز وكان موضي نجار بيلعب مع فريق الشباب ولعب من أول 2017 لحد 2018 سنة 2017 وقع منحة دراسية لمدة عامين في مدينة مولبورن وقدم أول ظهور احترافي كلاعب في إحدى المباريات في الشوت الثاني في الجولة الخمستاشر وفاز في تلك المباراة على نادي سيتي أيضا اللاعب وقع بشكل رسمي أول عقد احترافي من أربع سنين سنة 2019 تحديدا يوم 11 سبتمبر والعقد كان لمدة عامين في الدوري الاسترالي الممتاز مع نادي وسترن يونيتد انتهى عقده بعد كده راح للدوري الاسترالي على سبيل الإعارة مع نادي مكارثر وهو إلى الآن ما بين مكارثر وما بين نادي مولبورن في الدوري الاسترالي وموقفه أنا تكلمت معاكم في الأول ونأتي للنقطة الأهم اللاعب ده جماعة اختار بشكل شخصي أنه هو يلعب مع منتخب سوريا ودي تفرق كتير جدا جدا اللاعب لم يتم الضغط عليه أو لم يخير ما بين منتخبين أو لم يدفع له الأموال لكي يمثل منتخب سوريا اللاعب رقم واحد واختيار من هكتور كوبر مئة في المئة رقم اتنين هو ما نقدرش ننسى أبدا يعني مجهود لجنة اللاعبين السوريين المغتربين أو المحترفين على رأسهم الأستاذ محمد عبيد الخليل اللي هو بزل أكتر مجهود في الموضوع ده طبعا في ناس كتير تاني ساعدته وحتى في ناس ساعدته من برى اللجنة وده وارد جدا جدا لكن طبعا هو المكان الرسمي هو الأستاذ محمد عبيد الخليل أنا متأكد أن هناك دخل لأحد الأشخاص وهو الكابتن صافي عيوش مدرب أحد الأندية الكبيرة في الدوري الأسترالي وله أمور طيبة وحتى هو بالمناسبة مدرب ومتخصص في البرمجة يعمل فيه أكتر من مهنة أنا متأكد أن صافي عيوش محافظ الألقاب كان له دخلا في إيصال صورة طيبة وجيدة عن هذا اللاعب لهكتور كوبر ونأتي للنقطة الأهم هل اللاعب هيقدم إضافة للمنتخب السوري؟ كنت زمان في النقطة دي بقول آه هيقدم ولا مش هيقدم إضافة ولكن بعد ما تم استدعاء عدد كبير من اللاعبين لمنتخب سوريا للشباب ومنتخب سوريا الأولمبي ففجأت بأن الحل الوحيد أن أنت تعرف أن اللاعب ده هيقدم إضافة ولا لا هو أن يلعب مع المنتخب السوري لازم يتجرب لازم ينزل على أرض الملعب ويورينا حركته ويورينا إقباله على اللاعب يعني من أول لحظة لاعب زي عبد الرحمن ويس واللي أنا دايما بفتكره بكل خير من أول لحظة نزل استطاع أنه يلعب وعمل أداء ابن لازينة وكمان حصل على قلوب المشجعين السوريين حوالين العالم ده ما بيحصلش كتير على فكر نفس الأمر بالنسبة لهزان عثمان ما حدش يقدر أبدا ينكر أنه هزان عثمان حاجة يعني ما حصلتش بصراحة يعني يعني ده مشروع لاعب عالمي عالمي هو دلوقتي بيلعب في الدولة الهولندي وبيلعب مع منتخب سوريا الأولمبي وربنا يوفقه عنده مباراة بكرة بإذن الله إن شاء الله أمام منتخب فلسطين إن شاء الله بكرة نتمنى لي كل التوفيق وللمنتخب السوري الأولمبي كمان عندنا أوليفر كاسكاو من اللعيبة اللي تم تجربتهم أكتر من مرة ولكن فجأة كلا مرة واحدة لمع نجموا فيه بطولة كأس العرب فالحل الوحيد هو أنه هو ينزل ويلعب ويورينا موضي النجار يورينا هيعمل إيه؟ هل يطرى ممكن ينزل ويتصاب من أول كرة؟ هل يطرى ممكن ينزل ويعمل أداء سيء؟ ولا ممكن إيه فاجئنا؟ ويخلينا نقول يا سلام إحنا عايزين من ده كتير هتوننا من ده كتير إلى هنا انتهت حلقة اليوم أشكركم على حسن المتابعة دمتم في أمان الله ومنتظر أعرف رأيكم تحت في التعليقات عن موهبة منتخب سوريا الجديدة موضي النجار هذا اللاعب الوافد الجديد واللي إن شاء الله بإذن الله على بعد تسع أيام ونشوفه مع المنتخب السوري بشكل رسمي بإذن الله أمام فيتنام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته